هل يتحرك المجتمع الدولي إذن بهذا المجال بروفيسور نظيري؟ يعني مبعوثة الأمم المتحدة قالت بأنه 90% من أنهار العراق ملوثة 7 ملايين أشخاص يعانون من نقص المياه هذه التحذيرات هل تستدعي تحرك المجتمع الدولي؟ خاصة وأنه خبراء في هذا المجال أكدوا أو لطالما أكدوا بأن المفاوض العراقي هو من فشل في هذا الملف بنتي العزيزة يعني المنظمات الدولية ما تجي تركض وراتش تحلتش المشاكل المفروض إحنا نبدي بيها وإحنا نطلب منها وإحنا المفروض عندنا خطة علمية رصينة مبنية على المعطيات الموجودة والتوقعات المستقبلية إحنا مع الأسف ما عندنا مثل هذه الخطة فالمنظمات الدولية تصرح وتقول وتحشي لكن إحنا لازم نبدي ثانيا التفاوض في هذا المجال المفروض يبدي به العراق وبالمناسبة ليس وزارة الموارد المائية هي اللي يتفاوض المفروض هذا الملف تستنمى الحكومة يعني مجلس الوزراء والتابعة وزارة الخارجية مع الجهات المسؤولة وأنا انتبق على قناتكم الكريمة ذكرت أنه التفاوض مع دول الجوار إذا كان حول المياه هذا جربناه ستين سنة متوصلنا إلى نتيجة إذا ما يكون الملف الاقتصادي والأمني من ضمن هذا الملف ما رح نحصل أي شيء من دول الجوار مع الأسف الخبير في هندسة الموارد المائية بروفيسور نظير الأنصاري شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به من إضاحات